طيب زي ما تكلمنا في بداية الحالة النهاردة قلنا الأهلي عنده طبعا المنافسات مهمة جدا في الدوري كمان عايزين نشوف المشهد العلامي رايح فين كده من حركة طبعا الانتقالات هنفتح كل الملفات دي وأكتر معدفنا العزيزي الأستاذ عبدالقادر سعيدة الناقد أرياضي صباح الحالة صباح منورنا وصعدات بوجودك معنا أهلا وحضرتك أنا سعيد دائما موجود معاكم طبعا كل جمهور ومشاهدي قناة النديل الله يخليك منور خناة الأهلي بص اتعالي نبتدي الأول محليا وبعد كده نروح معاك بقى نشوف الدنيا حاصل فيها إيه على المستوى العالمي محليا انت عندك مبدئيا كده بكرا إن شاء الله نادي الأهلي عنده مطش مع حرس الحدود وكلنا عارفين ان حرس الحدود هبط بالفعل ليه الدرجة التانية فكرة ان انت هتلاعب فريق جريح وهبط الدرجة التانية حلوة جريح ده فيه نزيف من الألم صح ليه بقى؟ لأن فيه ناس كتير ممكن تقولك أن في الحالة دي انت بتلاعب فريق مش مأمون العواقب ما عندهوش حاجة يخسرها أكتر من كده ممكن يبقى عايز يعمل مباراة للتاريخ حتى لإثبات الذات قدام نفسه فممكن تبقى مباراة بكرا صعبة مش سهلة زي ما كتير من الناس متخيلة ولا انت شايف الحكاية ازاي هو دايما كمان بغض النظر عن الحالة اللي فيها حرس الحدود المباراة اللي بتبقى بعد البطولة وبعد الاحتفالات وبعد الفرحة الكبيرة اللي بمر بها أي فريق بيحصل عادة فيها دروب يعني حتى حصل في أوروبا مانشي السرسيتي بعد ما فاز بلقى بالدوري الإنجليزي المطش اللي بعديه على طول تعصر في الدوري الإنجليزي وما يقدمش الأداء اللي مطلوب منه بيب جورديو لوقتها قال لأن الاحتفالات كانت زيادة عن اللزوم وإحنا بقنا ثلاثة يام بنحتفل وبنرقص ويعني مش في الموت طبعا وكانش احتفالتوا معدية برضو بالزبط بالزبط يعني خربوا الدنيا احتفالات بطبيعي للملش اللي بعديها ما يبوش قد كده ما يبوش شايفين طبعا في المعلة لكن الحمد لله ما عندناش الكلام ده في النادي الأهلي لكن فكرة اللي انشغلت بالفرحة لكن الحقيقة أنا ببارح يعني كنت شفت لقاء المسأل محمد الشيناهو بيتكلم عن إزاي بيفصل بعد مباراة كل مباراة وكل بطولة للمباراة اللي بعدها وده قائد النادي الأهلي وده اللي دايما بيتكلم عن لعبة النادي الأهلي بيقولهم ان ازاي ان هم موجودين في النادي الأهلي فانت كسبت النهاردة الماتش تاني يوم ما تفكرش في اللي فات فكرا في اللي جاي فدي الحقيقة ميزة مهمة جدا في النادي الأهلي ودي لو مش موجودة في النادي الأهلي ما كناش هنشوف هذا النجاح الكاسح اللي بنشوفه السنة دي اللي ان شاء الله لسه هيكمل كمان بالمزيد من البطولات يمكن مارس الكولر مخسرش حاجة حتى الآن لان انت عندك فرق نقطتين بس مع بيرامدز المتصدر مؤقتا بالزبط لعب ست مطشات اقل كمان من بيرامدز وبالتالي هو اللي فاضل كله عشر مطشات لنهاية الدوري فالأهلي لو حاول يخسر الدوري مش هيعرف يخسر الدوري بهذا الشكل يعني فان شاء الله يكون فيه أداء جيد أولا أمام حرص الحدود الجمهور محتاج يفضل فرحان وهو مش هيفضل فرحان لو شاف ان الأداء تراجع وان الأهلي تعصر مرة تانية في بطولة الدوري انا اعتقد ان يعني 90% او اكتر كمان من جمهور الأهلي واثق ان النادي الأهلي يحسم بطولة الدوري السنانية لان بينا من أول الموسم يعني النادي الأهلي في الدوري بيبان من أول السيزن لو النادي الأهلي مركز والنادي الأهلي متصدر خلاص يعني الجمهور بيبقى عارف ان نضع شبه منتقى حتى من أول أربع خمس أسابيع عكس البداية متوترة والأهلي بيكسب بصعوبة لكن الموسم الحالي لأ النادي الأهلي يمكن تفوق حتى على كل الكبار والصغيرين اللي قابلهم في طريقهم مخسرش لحد الوقتي يمكن مهم جدا النادي الأهلي يعمل دوري لهزيمة يجددوا ويكرروا تاني بعد ما كسبوا أكتر من مرة وبالتالي لازم اللعبين يبقوا مركزين جدا جدا في الماتش بتحرص الحدود تحديدا لان ده أول ماتش بعد الاحتفالات العريمة اللي شفناها وطبعا لسه مستني احتفالات أكبر اللي بنسمع عنها النادي الأهلي هي نظامها طبعا للفريق بوجود كل الكبوس اللي كسبها الحقيقة مع الفريق الأول يمكن مستنين يديفوا ليهم كمان الدوري المصري ومزيد من البطولات إن شاء الله أنا عندي سؤال لأن ده كان خبر معنا وكريم مبارح كلمنا فيه كنا نتكلم عن فكرة أن فيه سبع دوريات عربية لسه لم تحسم مع أن العالم كله حسم الدوريات بتاعته والراحة هتبتدي علشان المركات وستيفي ياخد يعني برضو وضعه وياخد الوقت اللي هو متاح لي لكن الوضع عندنا مازال يعني مختلف خلينا نقولها من الدوري المصري طبعا فهل في حل يعني بمنتغل بساطة؟ بمنتغل بساطة لا ودي إيجابة كويسة بليغة جدا وشايف أن فيه حل وضوع مش محتاج خلي بالك إحنا الكلام ده من وانا صغير وانا اتفرج على القناة الثالثة زمانه والقناة الثانية نفس الكلام نفس الحدود نفس الكلام وما فيش حل نعم القناة الثالثة والناس بتتغير ما كانش فيه برامج رياضية ساعتنا هي نفس المشاكل ونفس الأزمات طب نجيب مدرب أجنب المنتخب طب فترة أعداد ده هتبقى كافية ولا لا يمكن دلوقتي الموضوع بقى أكبر كمان لما البطولات زادت وبدأنا نشوف النادي الأهلي بيعمل مشكلة كل سنة أنه بيروح كأس العالم للأندية فبيتأجلوا مطشات كتير طبعا طب هل مثلا ريال مدريد ما بيروحش كأس العالم للأندية هل مانشيستا سيتي مش هيروح كأس العالم للأندية هنشوف الدورة الإنجليزية بقى في فريق لعب أقل 6-7 مطشات من الفريق الثاني مش بيحصل لأن الناس هناك عارفة يبتعمل ايه الناس هناك عارفة أن يوم الثلاث والأربع كل أسبوع في دوري أبطال أوروبا إذن مش هنحط مطشات لريال مدريد أو مانشيستا سيتي أو أي فريق بيشارك في كأس العالم للأندية مثلا الثلاث والأربع أو في دوري أبطال أوروبا عفوا الثلاث والأربع هنا دلوقتي الاتحاد الأفريقية عملنا الجمعة والسبت يعني خلق يعني هو بيحاول يسهل عليك كمان عملك الجمعة والسبت مطشات دوري الأبطال فأنت مجيش تحط مطشات دوري المصري مثلا يوم الثلاثين يعني بيبقى الفريق لعب السبت تروح أنت بلعبه والثلاثين فيقول لك يكتشف فجأة أن لا ده ما ينفعش نادي الأهلي بقى مثلا جاي من جنوب أفريقيا ويالعب يوم الثلاثين مفاجأة لي دايما؟ وفجأة طبعا يعني حتى كان فيه تصريح غريب إحنا شعبنا نتفاجد بأنه رمضان جي على فكرة يعني عندنا دايما التوجه ده ونيي بس أفهم ليه؟ يعني أنت من شوية قلت إيه قلت من وراء صغير من أيام ما كانش في هذا كم الوافر من برامج الرياضية وكانت الناس بتتغير لكن المشاكل هي هي ليه المشاكل هي هي استمرارية المشاكل في المصطح الحال مع أن الأسماء بتختلف يعني المشكلة فين؟ الأسماء بتختلف لكن الفكرة ما بيختلفش يعني نفس الأفكار هي هي الفكرة لا تأمون الأسلوب هو هو يعني الأسلوب اللي شغالين بي من 20 و 30 و 50 سنة حتى لو فتحت الأشياء بتاع قراءة زمنت لايك أيناش من خلاله حاجة ما فيش حد من العقلاء على مدارة ال 50 سنة اللي فاتوا قال لك يا أخوانا الموضوع ممكن يتحلب بالطريقة الفلانية أو العلانية والله هو للأسف أنا شايف أن اتحاد القورة كمان مش واخد الموضوع بشكل احترافي كبير يعني أنا مش عارف إزاي مثلا الناس شغالة في مناصب كبيرة في أتحاد الكرة وبيقولك إحنا شغالين متطوعين مثلا إن تجيب ناس بروفيشنالز ناس زي ما بيعملوا مثلا في الدول السعودي إحنا بس جيبنا حكم أجنبي يقود لجنة الحكام عشان بس شكلنا قدام الناس وعشان في النهاية الراجل تم تضييق الخناق عليه حد ما مشيه وابتدى ينتقد لكن إحنا عايزين حد زي ماركت لاتنبرج مش مش بالشرط مش شرط هو لكن حد يكون يدير التجربة حتى نجحت بتاعته في الخارج ما نجحتش عندنا العالم كله نجحت فيه يعني اليونان والسعودية وكان ليه تجارب مختلفة عندنا ما نجحتش لأ هنا عايزين حد ما يكونش معروف قوي حد يتم السيطرة عليه حد ما التعاقط من البداية كان عليها لم تستفهام لأنه هو الراجل قالك أنا كنت قيل إن أنا ملتزم بأحاجات تانية وقلت إن أنا حدير المنظومة عبر سكايب قالك لا إحنا ما فيش الكلام ده يعني في حاجات مكادش مفهومة هي كانت الفكرة إن إحنا شمعنا إحنا ونجرب إحنا كمان لكن لا أنا عايز كمان يبقى مثلا الراجل هيدير لجنة المسابقات ده يبقى راجل أجنابي ليه خبرات مهمة جدا ويجي يعلم كوادر جديدة هنا مش نفضل بنفس الأشخاص اللي هم أثبتوا أنا آسف يعني فشل في كل السنين اللي فاتت وكانوا السبب على صعيد القارة ككل إحنا عندنا مشكلة في أفريقيا كواليتي المشاكل اللي عندنا في أفريقيا ملهاش زي في أي قارة تانية ملهاش زي في أي اتحاد تانية طبع طبع يعني حتى النادي الآلي بيواجهوا كل سنة في دور الأبطال ما بنشوفوش بيحصل مثلا في دور الأبطال أوروبا يعني اللي حصل في النهائي مثلا الأهلي والوداد السنة اللي فاتت طبع انت تخيل انت وصلت النهائي قالك تخيل مثلا ريال مادريد وبايرن انت وصلوا النهائي وما تحددش فيقولوا بايرن انت تروح تلعب في السنتيج وبرنابيه النهائي فالحقيقة كانت حاجة غريبة جدا 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 يعني لكن يعني اهو ربنا تقرر من نادي الأهلي وراح نفس الملعب السنة دي وقدر ياخد البطولة من هناك لكن يعني لأ المشاكل طبعا غريبة وعجيبة جدا ما بنشوفهاش غير هنا أنا دائما نقول ان احنا بنلعب رياضة تانية غير اللي بنشوف في أوروبا لان احنا طبعا كلنا دلوقتي بنتفرج على الدوريات الأوروبية ودوري الأبطال والأنديها الكبيرة دي يجي تتفرج على اللي احنا بنشوفه هنا لا فيه فرق كبير جدا رغم من اللعيبة بتاعتنا لما بنشوف مثلا نموذك زي محمد صلاح بار لا يعني نقدر ان احنا نكون زيهم وهو صلاح الكلم كتير على فكرة المنتاليتي احنا فعلا ينقصنا المنتاليتي والإدارة مش فكرة بس بس قلنا خبر يعاكن يخصه من شوية نقمته تسويقية نزلة 5 مليون يورو بعد 65 بعد ما كانت 70 والفكرة ان هو كمان طبعا مع تقدم السن رونالدو نفسه شوفنا بيتباع بمبالغ قليلة جدا ليوفينتوس مثلا 100 مليون يورو بالنسبة لرونالدو من ريال مادريد ويوفينتوس ده كان رقم قليل جدا بمقارناة بقيمة رونالدو لكن هو عشان سنه كبر خلاص يعني بيتكلم ما هو رجعوه متين اهو ده الراتب بتاعه بس يعني هو طبعا السعودية قلبة الموازين يعني هما كانوا عارضين كمان على رونالدو وحسن على ميسي حسن ما احنا اسمانها 500 وشوية مليون يورو بالترأي ب600 الرقم ده نص الرقم ده السعودية اشترت بي نادينيو كاسل يعني اشترت 300 مليون سنليون من بابه بالزبط فمن بالك انهم بيتفعه ضعف الرقم مرتب لله ناس كثير او اندهشت من قرار ميسي انه ساب هذا العرض الذي يسير له اللعاب وراح على الدول الامريكي وانتر ميامي وانه هياخد كام هناك ان ايا كان الرقم مش هيقارم بالرقم اللي كان معروض عليه في الدول السعودي يعني هو طبعا لي فكرة معينة هو اتكلم ان هو اسرته حابين يعيشوا في ميامي في امريكا بدل ما يعيشوا في دولة عربية دولة دولة السعودية هما مش متعودين على الثقافة بتاعتنا تعرب فهي فكرة اللايف ستايل بتاعهم شوية يمشي مع امريكا وخلي بالك هو كمان يعني انت ما تمشيش لايف ستايلك على 600 مليون يورو في السنة في الفكرة هو برضو هياخد كام هناك يعني هو هياخد ارقام ممكن تقرب هو انتو المعلمي كام عرض عليه تحديدا الرقم هو طبعا ما تمشي الاعلام لكن الفكرة ان هو واخد كمان ميزات فيما بعد الاعتزال هيبقى ليه نسبة في النادي من ملاك النادي هيبقى ليه نسب مش عايز اقول اسماء الشركات لكنها شركات عالمية يعني في امريكا وفي ألمانيا هيبقى ليه نسبة من الارباح بتاعتها فالنسبة دي في وجود ميسي ممكن تعلى جدا طبعا ويعمل ارقام قريبة جدا من اللي كان معروض عليه في الدور السعودي بالاضافة الى ان هو كمان بيعل عن الضغط الدور السعودي السنة اللي جاهب عليه ضغط كبير جدا هيبقى فيه منافسة كبيرة جدا هو ميسي انا اعتقد ان هو فضل يعني هو خلاص اعتبر نفسه اقفل اللعبة بعد كأس العالم طبعا اقفلها وبالنسبة له احسن لعبة في التاريخ فهو خلاص يعني الراجل اعتزل هو دلوقتي ميسي تقريبا اعتزل بيقضي وقت لطيف في الولايات المتحدة طبعا الكرة هناك اصلا مش هي الشعبية الاولى ابدا يعني فيه الان بي اي وفيه كرة القدر بس ممكن مع استقدام ميسي تبقى بعضوية هم حاولوا كتير باستقدام نجوم كتير قبل ميسي ولكن لا الناس هناك برضو بتحب الباسكت وبتحب البيسبول اكتر من الكرة طبعا فجايز ميسي وان كان منتخبهم في الفترة الاخيرة عشان تتحيلوا شوي متطور طبعا لفت للنظر شوي وبطولة اللي جاء عندهم كأس العلم اللي جاء عشرين ستة عشرين هتكون عندهم وبالتالي هم بيحاولوا كمان يعني يمركطوا شوية للكورة هناك عشان الحضور الجماهيري وان كان لما شفنا قبل كده طبعا انا عن نفسي ما شفت استمعت بسينا امريكا الوحدة امريكا والدولة كمان صح امريكا الشمالية امريكا وكندا والمكسيك لكن المطشط الاكتر هتكون في الولايات المتحدة وبالتالي هم بيحاولوا يمركطوا شوية بوجود نجوم كبار بيحاولوا يعلوا الشعبية هناك لان طبعا فكرة كمان ان امريكا فيها اكتر من دوري لان طبعا مستحيل فريق يروح من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب او من الشرق الى الغرب هتبقى كيف يسافر قارنة وانت بتقول دلوقتي ان هتبقى في امريكا والمكسيك وكندا سرحت كده للاحظة قلت طبعا المداري يعني اللي راح يشجع متخب برده لو عنده ماتش في كندا او بعد كندا ماتش تاني في امريكا او ماتش في المكسيك يعني الناس هتفارها تجامد راحلة طبعا صفر كبير جدا جدا لكن اعطاك انهم عاملين حساب المشكلة دي وهي يمكن تقريبا حسب ما انا فكر يعني 80 او 90% من المتشاط هتكون في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هتكون مباريات وليلة جدا لكن الفكرة في نفسها كتجربة الجمهور ان هو بيروح كرة يمكن لاننا كتير او مشوفناش كأس العالم هناك اكيد تبقى تجربة مختلفة زي ما كانت تجربة مختلفة ليهم ان هما يحضروا كأس العالم في قطر طبعا كان تجربة ناكحة جدا بالمنازم لكن الولايات المتحدة برضو اعتقد الناس كتير او في العالم بتحلم انها تسافر لولايات المتحدة يبقى تعيش هناك الكبار ممكن ينعكس على النوسخ المقبلة من كأس العالم طبعا هما يقوموا الليفل جدا في التنزيم في الفاصيلة او المنشآت او الاستادات وبالتالي كل البلاد دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا عايزين ما يبقوش أقل من المنظر اللي هم شافوه مش عايزين يبقو أقل من التنظيم اللي هم شافوه وإن كان قبل كده شفنا والله الوضع تقلبنا هواد وإن احنا مش عايزين يقلوا عنينا بعد ما كنا احنا بنقول ده عن نفسنا ليه بقى لأن قطر جابت ناس بتفهم ناس عالميين ناس بيعرفوا الشغلانة يعني هو دلوقتي هو مفيش خبرات قطرية مفيش كوادر كبيرة على مستوى العالم في الإضارة الردية من قطر لكن هم جابوا كوادر كبيرة على مستوى العالم على فكرة نفس الكلام عملته الأمارات لما راح اشتروا مانشستر سيتي ما جابوش حد من الأمارات يبقى هو مدرب الفريق ولا حد من الأمارات يبقى هو المدير الرياضي دي روح اجابوا الناس اللي عملوا نجاح برشلونة كله في 2008 مع بيب جورديولا بيجريستين وسوريانو خلوا واحد مدير الرياضي واحد مدير تنفيذي قال لهم سوقونتوا الليلة وسوقونتوا النادي هو ده اللي كان سبب النجاح فإحنا محتاجين ناخد بس الفكرة البسيطة دي منهم حتى في الإضارة الرياضية هنا في مصر في اتحاد الكورة في ربطة الأندية مش عيب أبدا أن احنا نجيب حد يعني خبير مش عايز أقول حد أحسن لكن حد خبير ويتعلم معه 3-4 كوادر شاب عندنا كوادر شاب كتير الحقيقة موهوبين ومميزين جدا وعايزين يتعلموا وعايزين ينجحوا فإيه الفكرة؟ إيه المشكلة أن احنا نتعلم من الناس دي وناخد خبرات علشان بعد كده نبقى عندنا فعلا ننسى المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها بقى لها عشرات السنين دي ونبتدي نشوف طبعا تطور أفضل للكورة المصرية لو هنروح شوالي المنتخب عشان الوقت بيجري برضو أنا هسألك سؤال مطروح في الشارع المصري عمتا بيتقلق احنا فخورين جدا بالمنتخب بتاعنا وبالمحترفين بتوعنا العالميين طبعا وكل المصريين عندهم أمال أن المحترفين بتوعنا لما ييجوا يعملوا فرق كبير ولكن ما يقال أن هم ما بيحسوش المحترفين المصريين بيجوا يعملوا أو بيقدموا شيء مختلف أو شيء زيادة للمنتخب المصري لو أنت قرنت طبعا بأداءهم مع الأندية بتاعتهم العالمية أو الأوروبية ده تفسيره إيه؟ هو طبعا الحكم على الموضوع ده في المتشاط الودية بنوجة نظرية يعني مش منصف قوي لأن مثلا شفنا ماتش جنوب السودان محمد صلح ما كانش عايز يلعبه ولهذا دي حاجة غريبة مثلا سعر في هذا كلام اللي هوا أند قالته يعني اتألف ماتشات رسمية للمنتخب شارك فيها محترفين المصريين طبعا أنا لسه أجل الماتشات الرسمية ده انتقاد شبه ثابت ده حقيقي لكن بنسبة للوديات الأول يعني لأن دي آخر ماتش شفناه لمنتخب مصر ففي بعض المحترفين بيفضلن هم يريحوا أكتر من أم يلعبه رغم أن واحد زي كريستيانو رونالد هو بنى من كنص مجدو الدولي مع منتخب بورتغال بالماتشات الصغيرة الماتشات الصغيرة اللي بيخش يأكل فيها المنافذ وسجل 3 و 4 أهداف بقى هو هداف التاريخي للمنتخبات بقى هو عميد لعيب العالم دلوقتي أكتر من 200 مباراة بينما اللعيب عندنا في مصر مش فرق معهم أول حتة دي وبالذات محمد صلاح أنا بستغر بالحقيقة أنه مش بيصمم أنه يلعب كل ماتشات منتخب مصر بفضل اللي هو الراحة لأنه عنده فرصة أنه يبقى الهداف التاريخي للمنتخب مصر فرق ما بينه من حسام حسن حوالي 17 أو 18 هدف على قمة الهداف التاريخي فأنت لو ملعبتش ماتش زي الجنوب السودان لو ملعبتش الماتشات السهلة دي إمتى هتقدر تحقق الرقب ده وإمتى هتقدر تجمع أن أنت مثلا تبقى أكتر لعب عميد لعيبي مثلا منتخب مصر بلاش العالم لأن رونالدو دلوقتي بردو باعد قوي قوي وعلى الليفل قوي وصل 200 ماتش ودي حاجة الحقيقة تبقى بعيدة قوي على أي لعب مصري أنه يلحقها لكن لازم يركزوا في الحتة دي أما فكرة أن هم بيبقوا مش بيدوا نفس الأداء الانتقاط ده كان بيتقال دايما على اللعبين الأفارق اللي بيروحوا مع منتخبات بلادهم مش فرق معهم قوي خاصة في كأس الأمم الأفريقية اللي هي برضو هتبقى مشكلة تانية مصري هيبقى فيه مبرر للعبين اللي هم مش هيظهروا بأفضل أداء لهم في البطولة لأن انت تقال محمد صالح مثلا بتجيبه من ليفربول وبينفس على الدوري بينفس على لقب الهداف بينفس على لقب أحسن لعب هتقوله انت مش معنا أربع خمس ماتشات هتخرج من المنافسة خالص وهتروح مع منتخب مصر هتلعب في كودفور في أقصى الغرب الجنوب في ريكي هناك في القارة وبعد كده هترجع تانية تلعب معنا المتشات فأتخاب محمد صالح لو جالوا شد مثلا أو لو تصاب في ماتش من المتشات منتخب مصر خلاص يعني تقريبا الموسم بتاعه تضرب في الدورة الإنجليزية ما دي برضو نقطة عايزين نفهمها هل كل اللعيبة كده يعني هل كل اللعيبة الدولية مع منتخباتها بتكون عندها التخاوفات دانية تصاب بأي إصابة تبنعها بقى من استكمال مسيرتها الاحترافية في الخارج ما هو لو كل حد كل المنتخبات مش هتوصل لحاجة طبعا خاصة بطولة إفريكة لما بتتلعب في المنصف الموسم بيبدأ التفكير السائد عند كل اللعبين لأنه دلوقتي هو أكل عيشه الأساسي أو دخله الأساسي أو نجومياته الأساسية في النادي بتاعه في الدور الإنجليزي في الدور الفرنسي عايز يروح دوري إيطالي عايز يروح دوري أسباني وبالتالي لو هو تصاب وبعدين دي بتبقى برضو بتاعكوا في فترة الانتقالات أو أثناء فترة الانتقالات كمان في يناير وفبراير بعد كده بيبقى عنده مشكلة طبعا أنه هو يبقى خيف على نفسه لكن لو وصل بقى المرحلة متقدمة من البطولة زي ما شفنا قبل كان مثلا واحد زي دي دي درجبة كان بيستنى البطولة دي بيطلع كل أقصم عنده علشان يكسبها لأن ده كان هدف لي سامو لإيتو كنا شفنا برضو بيتقلق جدا مع منتخب الكاميرون فتلاقي فيه رموز وأساطير كده في المنتخبات الأفريقية المعروفة هم اللي ما كانوش فعلا بيتداخروا أي مجود أو أي نقطة تعرق مع منتخب بلادهم علشان المجد اللي هم عايزين يوصلوا له بلقيبة منتخب مصر أعتقد دي مش بتبقى مقصودة قوي وإن كان فيه لقطات بسيطة جدا زي ما قلت عليها دلوقتي بالنسبة لمحمد صلاح لكن في المتشاطة الرسمية لا الحقيقة ما بشوفش محمد صلاح كده خالص ويمكن المتشاطة الودية بس مبقاش حاطت لها اهتمام كبير لكن لا في المتشاطة الرسمية سواء في تصفيرات كأس العالم أو بسوالية فيتوريا لعب فعلا اللعيبة المحترفة بتاعتنا مين لي في المتش الودية يعني كان فيه لعيبة معينة عايزة تفرج عليها بشكل أفضل هو فيتوريا بيفكر صح لأن كل ماتش بتكسبه بيعلي التصنيف بتاعتك كل ماتش بتكسبه بيدي ثقة عندك وعند اللعبين بتاعك وبالتالي هو محتاج يشوف فريقه بيكسب سكور يحتاج يشوف فريقه متحكل أنا طبعا لا أعترض إحنا ملناش إحنا أعترض لأن رؤيته هو اللعب حسب عليها بس ده بيقال في الشارع أنا لسه مش مقتنعة فعلا بحاجات وديها هتشوف صلاح ما انت عارف أداء صلاح اللقصده ما تجرب بقية اللعيبة التانين انت عارف صلاح وعارف تكتيك صلاح وعارف لعب صلاح وعارف كل حاجة مثلا يعني بدي مثال يعني هي وجهات نظر طبعا بس هو في النهاية كان في بعض اللعبين زي كوكا مثلا زي تريزيجي كان بقالهم كتير مش بيشاركوا قوي مع منتخب مصر تريزيجي كان عندهم عايز يعمل هارموني يعني مع الفريق عايز يتفرج عليهم في المقلب عايز يشوفهم يقدروا يعملوا ايه مع المجموعة اللي منضمة لمنتخب مصر في الوقت الحالي وبالتالي يبدأ يشوف حتى المدرر مش بيفكر بس في الأساسيين اللي هيلعبهم بيفكر من التغييرات اللي ممكن يعملها بيفكر لو غير الطريقة مثلا لو لعب ثلاثة في الدفاع لو لعب ثلاثة في العمق مين يقدر يساعدوا في التشكيل فهو يعني من نوقت نظري أنا أفضل ان منتخب مصر احنا نعرف الوديات الجاية ايه عشان نطمن بس يعني قصة كلها احنا نبقى عارفين الجدول ماشي ازاي تأي لي ده من حق الجماهير ولا أنا غلطانة والله يعني اتمنى نعرف جدول الدوري الأول ماشي ازاي لان سمعنا ان الدوري هيخلص والقال هيفضل يلعب كم ماتش مع نفسه الحقيقة دي حاجة أنا عمري وسأتعرف عايزة أرجع عايزة أرجع معك للانتقادات اللي البعض بيقولها على المحترفين المصريين لما بيشاركوا مع المنتخب النقطة اللي كانوا نتكلم فيها لو نعواند معك من شوية ساعات يعني محمد صلاح شخصيا كان عرضة للكم الأكبر من الانتقادات طبعا أكيد في بعض الجماهير الناس دي بتستطفر معها العكرة واللي مش عجبها العجب يعني فكل واحد بيادله بدله لكن الناس اللي فعلا مقتنعة وشايفة انه فعلا ما بيقديش مع المنتخب بنفس الأداء أو حتى نص الأداء اللي بيعملوا مع ليفربول تستغلط الناس دي يعني احنا نغلطهم هم في رؤيتهم دي ولا هم إلى حد ما عندهم حق من منطلق أن محمد صلاح بنفسه هو اللي رفع سقف توقعاتنا منه مع المنتخب باللي بنشوفه بيعمله في الدورة الإنجليزية هو فكرة ان محمد صلاح ما بيلعبش بنفس الأداء اللي بيقدمه مع ليفربول مع منطقب مصر ده طبعا حقيقي بس إيه أسبابه أسبابه انت في ليفربول محمد صلاح احنا مش بنلعب تنس مش بنلعب لعبة فردية ولا سكواش محمد صلاح مش هنزل لعب لواحده في الدورة الإنجليزي أو في ليفربول تحديدا شوف اللعيبة اللي حوالين محمد صلاح يعني مثلا في وقت من الأوقات كان جنبه بيلعب ضمن تشكيل هجمية مكوانة مثلا من فرمينو ومحمد صلاح روبرتو فرمينو برازيلو وساديو ماني عفوا السنغالي وبالتالي انت دلوقتي عندك فيه تناغم وفيه ثقة وفيه كمسر ما بين التلاتة غير عادي جدا انت بتيجي في منتقب مصر محمد صلاح كل مرة كان بيلاقي حد شكل جنبه يلاقي مهاجم غير المهاجم بتاع المطش اللي فات يلاقي حد في نص الملعب غير المطش اللي فات يمكن كان فيه لقطة في كأس الأمم الأخيرة ناس علاقت عليها قوي يمكن بيصنع بيها أهدف دائما لساديو ماني فمحمد صلاح لما لعبها مع منتقب مصر هو متخيل ان الجنح وهو مغمض عيشوف محمد صلاح مع الكرة هيقطع فباللاء ان محمد صلاح بيبص الكرة للجون كانوا بيمرن الجون فيقول لك محمد صلاح ايها جماعة ومشاهد ده اللي بيعمله ده فهو شكل وحش يبقى كانوا بيبص الكرة غلط للجول فهي الفكرة في التناغم الفكرة في الكواليتي برضو مع احترامنا طبعا لنجوم وانتقب مصر انت بتتكلم على لعبة تانية ازاي التناغم اصدقاء ما بيش معسكر بزمن كافي او بمدة كافية بحيث ان اللعيبة المحترفين بالذات يتناغموا مع اللعيبة المحلية بتاعها هو طبعا الفكرة كمان مش في التناغم بس الفكرة في زي ما بيقولك في الكواليتي بتاع اللعبين انت بتتكلم في الدور الانجليزي نونز مثلا بلعب حاليا في ليفربول مع محمد صاح هذا لعب قيمته السوقية او مش قيمته السوقية فعلا اتباع بمئة مليون يورو انت في منتخب مصر مفيش حد عندك اكتر من اربعة خمسة مليون يورو ستة مليون يورو بالكتير قوي بالنسبة للعبين المحترفين اللي موجودين وهي برضو القيمة السوقية بتحكس القيمة الفنية للعبين وبالتالي انت دلوقتي انت بتلعب في ليفل اقلب كتير بالنسبة للعب منتخب مصر وده اللي احنا بنقول وان احنا عايزين لعبين المنتخب الشباب اللي في مصر يبتدوا يحترفوا علشان نبتدين نشوف اكتر من نسخة من محمد صلاح زي ما بنشوف المنتخبات اللي بتلعبنا السنغال انبارح كسبة البرازيل وعندهم فرقة هم فعلا اتقل من البرازيل في الوقت الحالي واحنا في كأس العالم السنغال متقلق حقيقي طبعا يعني قطعوا البرازيل الحرفين يعني وبالتالي احنا نفسينا نشوف محترفين زي كده احنا لما لعبنا السنغال احنا خسرنا بالخوف على فكرة احنا كنا خايفين اللعبة منتخب مصر كانوا خايفين يشوتوا على ادوارد مندي اللي هو كان كسبان جالسة احسن حرس في العالم من الفيفا اللي هو كان بطل اوروبا يقولك هنجيب في جونس زي ده كانوا خايفين منه فعلا كريده كل بالي مدافع المنتخب السنغالي ومدافعة شلسي برضو كان اللعبة خايفة منه جدا فهي الفكرة ان انت بيبقى قدامك منتخب كل محترفين كان عندهم لعبة في كل حتة في أوروبا وفي التوب ليفل في الاندية الكبيرة مش زي الزمان في الدور البلجيكي حتة وفي الدور الفرنسي الاندية الصغيرة والدرجة التانية لا دلوقتي بيلعبوا فاحسن اندية العالم وبالتالي انت عشان تقدر تنافس الناس دي لازم يبقى عندك نفس الكواليتي احنا قبل كده كان عندنا اللعبة المحلية وخاصة كمان لعبة النادي الاهلي ايام كابتن حسن شحاتة وطبعا اكتر من لعب من الدور المصري من الزمالك ونقندها تانية كان ساعتها اللعبة دي فعلا كانت بتقدر تنافس نجوم العالم وقتها اللي كانوا في منتخبات الكاميرون وكوتفور وتتفوق عليهم كمان لكن انت دلوقتي فيه دروب في الكورة المصري بس اثناء النادي الاهلي النادي الاهلي يمكن هو النقطة الوقت خال النادي الاهلي لو ما بيكسبش افراقيا مثلا كنت تلاقي مصر مش عارفة تاخد البطولة من 2001 بالنسبة ل الاهلي و2003 بالنسبة للزمالك ففيه لعبة كويسة في منتخب مصر فيه كلام كتير جدا عن اكتر من نجمة في النادي الاهلي ان هم يقدروا يحترفوا بره على رأسه محمد عبد المنعم صاحب الهدف التاريخي في شباك الوداد المغربي انا شاف ان محمد عبد المنعم فعلا من اللعيبة اللي لو راحت ظهرت في الدوريات الاوروبية مش هتبقى أقل من محمد صلاح على مستوى بالنسبة لمركز وكمدافع والكلام ده مش كلامي على فكرة ده كليده كلبالي مدافعة شيلسي ومنتخب السنغال هو اللي راح لمحمد عبد المنعم بعد نهاية امم افريقيا الاخيرة وقال له قد اي ان هو معجب بي وقال له لازم ان هو يخرج للاحتراف لان اللعب الكويس بيبان ولعب الكرة اللي شاطر زي كليبالي او اي حد بيفهم في الكرة كويس هيحس ان اللعب ده اللعب مميز ولعب ده ممكن ينجح بارا بتبان من شخصية بتبان من اداءه في الملعب بتبان من لمسته في الكرة فاحنا عندنا اكتر من اللعب في منتخب مصر وفي النادي الاهلي يقدر ان هو يكون على اعلى مستوى زي المنتخبات الافريقية للأسف بينا نقول المنتخبات الكبيرة واحنا بنحاول نعمل زيهم زي المغرب ووصل سيمي فاينال كأس العالم حاجة مكناش نحلم بيها ولا حتى المنتخب المغربي نفسه كان يحلم بيها فليه لا بما ان المغرب عملها واحنا كسبنا المغرب في اخر موجتين مباشرتين وفي اخر كأس وطاريخك انت مقارنة بالمغرب زمان كان عامل ازاي يعني فيه فارق كبير طبعا يعني على مستوى افرق احنا واخدين بطولها سبع مرات يعني احنا البطل التاريقي القارة فالمفروض نبقى احنا احنا اول فريق وصل كأس العالم من القارة الافراقية او الوطن العربي عموما فنتمنى يعني ان احنا نرجع تاني بالاحتراف وبالتقلق اللي بنشوفه من لعبة النادي الاهلي لان دي حاجة مهمة جدا برضو هو مش بس الاحتراف هو انت لو بقى عندك فريق كويس فيه اكتر من ست سبع لعبين بيروحوا منتخب مصر والست سبع لعبين مميزين نفس الفكرة اللي نجحت مع الكابتن حسن شحاتة وكسب بيها تلاتة امم افراقية في ست سنين وكان مفروض انه يروح كأس العالم لكن كان سوء توفيق يعني ده كان بسبب اللعيبة المحليين برضو ما كانش عندنا حد محترف اعتقد غير محمد زداع هو انت اللعيبة اختلفت بمرور الزمن يعني مش عارف الحقيقة دي حاجة يعني هنخارب بين جيل اللي كان مع كابتن حسن شحاتة هو الجيل حسن شحاتة وده كان حاجة تانية خالص يعني طبعا الناس زي ما انتقول لو محمد صلاح تشال من الجيل ده تحط مع جيل بتاع حسن شحاتة كنا نروح حتة تانية لكن محدش بيقول حاجة اكتر من كده محدش ما تقدرش تشيل حد من الجيل الحالي ده غير محمد صلاح وتحطه بفرق دي هو واضح ان احنا كل ما نرجع لورا كافضل يعني حتى لو اتكلمت عن جيل كابتن بيبو برضو هترجع لأسماء كل اسم منهم حاجة تاريخ حفروا مع النادي الاهلي فليه كده ليه بس ده ليس تقليلا برضو خلي بالك احنا الجيل الحالي اللي هنتكلم عنه حقق مع النادي الاهلي تاريخ بطولات غير مسبوك الجيل اللي احنا عندنا فاحنا لنقلل انا مش مع الفكر ان احنا نقعد نقول بس هي فعلا انت لما تيجي يمكن ممكن كمان عشرين سنة نيجي نتكلم عن الجيل الحالي نقول بصوا بجيل مقارنة للمجيل اللي كمان عشرين سنة هو يمكن احنا دايما عندنا حنين اكتر فيما سبق او للماضي ربما ده التفسير لخص الفكر اللي هنتكت عايز اقولها ان احنا دايما فعلا بنتكلم عن الماضي بشكل كويس جدا اكبر بالزبط لكن احنا لو بصنا فعلا بتعمق اكتر للجيل الحالي زي ما قلت فيه لعب زي محمد عبد المنعم مثلا في مصر الملعب حمدي فتحي ممتاز جدا محمد الشناوي اه كان فيه قبل كده عصام الحضري ولكن برضو ما كانش فيه حارس تاني بنفس القوة بنفس الجودة ايام عصام الحضري لا فيه لعبة كتير جدا مميزين في الوقت الحالي يعني نتمنى ان يظهر اكتر في الفترة اللي جاية وان كان نتائج منتخابات الشباب برضو ما تبشرش بده لكن ممكن يطلع حد من نشئين بإذن الله نتمنى دائما يقود المسير ان شاء الله نورتنا بنشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا انا اتشرفت اني موجود معكم نورتنا وان شاء الله نشوفك تاني قريب بتوفيه ان شاء الله كمان بكرة للنادي الأهلي بإذن الله نيجي برضو يوم الحد ونقول صباح النصر نهاية الأسبوع كل سلام حضراتكم طيبين خلاص العيد فاضلوا أيام قليلة جدا ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا جميعا نشوفكم ان شاء الله لحد الجاي مع السلام اشتركوا في القناة